النهاردة كان جمهور الكرة على موعد مع متابعة ما يدور في إحدى جلسات المحاكمة الخاصة بأحد نجوم الكرة المصرية أحمد فتوح الذي بعد نهاية تجلسة المحاكمة الثانية في قضيته قد أخلي سبيله وذلك على ذمة القضية والتي تم تأجيل الجلسة المقبلة إلى يوم 22 من شهر أكتوبر المقبل غرامة على فتوح 50 ألف جنيه أو الكفالة وخروج أحمد فتوح لا يمنعه من السفر فبالتالي جاءت التساؤلات سريعا جدا عن هل يلحق أحمد فتوح بمباراة الزمالك والأهلي في مباراة السوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية في 27 من الشهر الجاري والحقيقة أنه بغض النظر عن فكرة الحالة النفسية وبغض النظر عن حالة اللاعب الفنية والبدنية البعيد عن التدريبات منذ ما يزيد عن 40 يوما من ساعة الحدثة اللي كانت وقعت في طريق الساحل الشمالي قبل ما يزيد عن الشهر فالقصة أن اللاعب أساسا لأن الزمالك كان عارف صعوبة مشاركته في المباراة لم يقيده على مستوى قائمة مباراة السوبر اللاعب مقيد في قائمة الزمالك باعتبار أنه من الممكن أن يلحق ما تبقى من الموسم فيما هو قادم بالنظر لأنه لسه الجلسات قائمة والمحاكمة ما زالت مستمرة لكن المباراة دي تحديدا يوم 27 سبتمبر بقائمة الفارقين فيها لم يتواجد اسم الضهير الأيسر لنادي الزمالك أحمد فتوح وهذا ما أكده لحضراتكم عبر برنامج الماتش مصدر من داخل القلعة البيضاء وإن كان اللاعب خلال الفترة المقبلة اللي هو مخلي فيها سبيله سيكون مرحبا به للعودة إلى التدريبات ولتأهيله بدنيا ونفسيا تحسبا لأي حكم ممكن يصدر في المرحلة المقبلة ليكون متاحا إذا أصبح مئة في المئة متاحا للزمالك في المرحلة المقبلة من جديد خالص العزاء لأسرة المتوفى ربنا يا ربي يرحمه ويلحق نبي في الجنة وربنا يحفظنا جميعا وننتظر طبعا الحكم في هذه القضية اللي بكل تأكيد هي قضية رأي عام نظرا لإسم اللاعب ونظرا للقصة بأكملها ونظرا لسقوط ضحية ونظرا لنجومية أحمد فتوح بكل تأكيد خلينا نبقى في نادي الزمالك ونقول لكم أنه خلص رسميا تأكد مشاركة محمد شحاتة أو جاهزيته لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية وده ما أعلنه الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطب لنادي الزمالك بعد ساعات قليلة من عودة بعثة الزمالك قادمة من كينيا بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل محمد شحاتة كان قد شارك في مركز الظاهير الأيمن لما يقرب من 90 ديئة قبل ما يخرج